رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة التوجهية العليا لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين ويطلع على استعدادات افتتاح مخيم الازرق وزير التعليم العالي يلتقي طلبة الاردنيين في اوكرانيا ويؤكد لهم ان الوطن لن يتخلى عنهم وفات ثلاثة سياح فرنسيين خلال ممارستهم رياضة تسلق في وادي رم الاردن يشارك دول العالم في الاحتفال بيوم المرأة العالمي ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية بحسب شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة عمان نشرة اخبارية مفصلة من رؤيا حياكم الله قررت اللجنة التوجهية العليا لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبداللانسور تغيير مسمى واختصاص ادارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين لتصبح ادارة شؤون اللاجئين السوريين وتكون مسؤولة عن كافة الامور المتعلقة باللاجئين السوريين في المملكة ناقشت اللجنة في الاجتماع الذي عقد بدار الرئاسة اليوم الاستعدادات والتحضيرات الجارية لتجهيز مخيم الازرق المخيزن الغربي بخدمات البنية التحدية تمهيدا لافتتاحه في وقت قريب واستمعت اللجنة الى ايجاز قدمه مدير ودارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين العميد دكتور وضاح لحمود حول الخدمات الانسانية المقدمة للاجئين والجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية والاجهزة الامنية والمنظمات والجهات الدولية وتنسيق الدعم المقدم من الدول المانحة وتحديات التي تواجه العمل كما استمعت اللجنة الى ايجاز حول اعمال الصيانة وتوسعة التي نفذتها وزارة الاشغال العامة والاسكان لمدخل طريق مخيم الزعتري واكد رئيس الوزراء على اهمية العمل التكاملي والتشارك بين جميع الاجهزة المعنية بتقديم الخدمات للاجئين السوريين وبما يكفل تقديم افضل الخدمات لهم لسيما في مجالي الصحة والتعليم لفتا الى ان ادارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين وبدعم من جميع الاجهزة المعنية حققت قفزة نوعية على صعيد الخدمات المقدمة لهم اكد مصدر مطلع لرؤية ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالنسور ومرافقيه باتوا يستخدمون السيارات الصديقة للبيئة في تنقلاتهم المصدر اكد لرؤية انه في اطار التواجه الحكومي لتوفير فاتورة الطاقة فقد ارتأى رئيس الوزراء امتلاك هذا الموكب الذي من شأنه ان يكون قدوة للعديد من المسؤولين لتوفير وتقليص فاتورة الطاقة الحكومية والتي تعد الركن الاساسة في عجل الموازنة الحكومية يذكر ان الحكومة اليابانية قدمت للاردن منحة مكونة من مئة سيارة هجينة صديقة للبيئة في كانون الثاني الماضي بهدف دعم جهود الحكومة الاردنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور امين محمود ان جميع الطلبة الاردنيين في اوكرانيا بخير واطلع محمود خلال الزيارة التي يقوم بها الى اوكرانيا والتقى خلالها عددا من المسؤولين المعنيين بالتعليم العالي على اوضاع الطلبة الاردنيين في الجامعات هناك وزار محمود اربع جامعات رئيسية والتقى عددا كبيرا من الطلبة الاردنيين الدارسين فيها واكد لهم ان وطنهم لن ينساهم وانه جاء للاطمئنان عليهم بناء على توجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني معربا عن شكره للسفارة الاوكرانية في عمان والحكومة ولحكومة بلادها على جهودهما لضمان سلامة الطلبة الاردنيين في بلادهم يذكر ان عدد الطلبة الاردنيين الدارسين في اوكرانيا يبلغ نحو 3500 طالب وطالبة منهم 250 يدرسون في جامعات شبه جزيرة القرم التي باتت تشهد نزاعات في الاوينة الاخيرة توفي ثلاثة سياح فرنسيين في وادي رم جنوب المملكة اثر سقوطهم بعد انقطاع حبل التسلق بهم اثناء ممارسة رياضة التسلق في وادي رم وعرب وزير العمل وزير السياحة والاثار دكتور نضال لكتامين عن اسفه للحادث الذي تعرض له السياح في وادي رم واودى بحياة ثلاثة منهم قدم الوزير لكتامين تعزيه لذوي الضحايا موضحا ان هذه المجموعة من السياح قدمت للمنطقة بشكل فردي ودون تنسيق او تسجيل دخول او مرافقة دليلا سياحيا مختص وهبى لكتامين بضرورة التنسيق مع الجهة المختصة فيما يتعلق بسياحة المغامرات والتسلق تحديدا وضرورة اعلام مراكز وزارة السياحة المنتشرة في المواقع السياحية الاثرية عن انشاطات السياحية للمجموعات او الافراد وخصوصا سياحة المغامرات دعا تحالف راصد لمراقبة البرلمان والانتخابات رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الى التعميم على اعطاء المجلس بضرورة الالتزام باحكام المادة 160 من النظام الداخلي والتي تنص على عدم جواز غياب اعضاء المجلس عن احدى جلساته او اجتماعات لجانه الا اذا اخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر اضافة الى الطلب من النواب عدم مغادرة الجلسات الا بعد الاستئذان من رئاسة المجلس جاء ذلك وسط تكرار غياب النواب عن الجلسات والتي وصفها التحالف في تقريره الاسبوعي بالظاهرة الخطيرة خلال دورة العادية الحالية وكان الرئيس مجلس النواب قد قدم اعتذارا للشعب الاردني نهاية الاسبوع الماضي لفقدان جلسة النواب النصابة بعد مرور اقل من ساعة على انعقادها اثناء مناقشة قانون زراعة من جهة اخرى اشهد التحالف باطلاق مجلس النواب حسابا رسميا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واصفا اياه بالخطوة الريادية على مستوى المجالس البرلمانية في الوطن العربي حيث يسجل لرئاسة المجلس ومكتبه الدائم هذه الريادة ليكون المجلس الثاني برلمان عربي بعد مجلس الامة الكويتي يتوجه رسميا نحو مواقع التواصل الاجتماعي لمزيدا من التفاعل واطلع المواطنين على جهد المجلس بشكل اكثر شفافية ووضوحا شهدت المملكة اليوم اجواء مائلة للحرارة ومغبرة في كافة المناطق كما تساقطت زخة محلية من المطر وذلك نتيجة لتأثر المملكة بمنخفض جوي خمس سنين لبعرفة الاحوال الجوية اليوم غدا معنا على الهاتف مدير قسم العمليات في موقع طقس العرب أسامة الطريفي أسامة مساء الخير مساء الخير مدينة مساء الخير لجميع مشاهدين قناة رؤية حدثنا أسامة إلى ماذا تشير توقعات الطقس غدا طبعا أكيد تتأثر المملكة يجب أن الكل يعرف بحالة قوية من هذا المتقر الجوي متوقع أن تبدأ يوم الغد طبعا هذه الحالة ستبدأ خلال ساعات الفجر في المناطق الجنوبية من المملكة تشمل بعجزة من محافظة العقبة ومحافظة تمعانة طفيلة الكرك لكن تمتد تدريجيا خلال ساعات النهار المتأخر أو الصباح المتأخر إلى وسط المملكة من فيها العاصمة عمان طبعا الحالة ستشتد بشكل كبير وقوي خلال ساعات العصر وصولا حتى ساعات فجر الاثنين في هذه الفترة ستكون هي ضروة حالة قدم التقرار الجوي ستضغط أنطار رعدية غزيرة على فترات في أغلب المناطق هذه الأنطار ستكون بصعوب الذخات من البرد بعد ما شاءت لا تعدى طبعا طبيعة طريقة نشوء هذه الحالة نتوقعين أنه هناك يكون احتمال عالية لنشوء عواصف رعدية قوية أو حتى ربما تواعد في بعض المناطق هذا الإشي طبعا زي المكررات من الفترة المتدمة بين عصر الأحد حتى فجر الاثنين أيضا بنحذر يوم الغد من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وهذا الإشي بشمل أجزاء واسعة من المحاصلة تقليم العقبة بالإضافة إلى بعض مناطق الأغوار خاصة الجنوبية والوسطة ومنطقة البحر الميت طبعا بنحب نأكد ثم مرة على معلومة أن العواصف الرعدية راح تكون شديدة ربما تترافق بالعواصف البرادية هذا ذي راح يكون حاضر في عديد مناطق خاصة اعتبارا من ساعات عصر الأحد مع ساعة عصر الأحد راح نشعر بتغير كبير على الأجواء راح تشتد تأثير حالة عدم استقرار الجو بشكل كبير وحقيقة بكل صراحة احنا معاولين على هذه الحالة تيكسر حالة المحباس المطري الشديد اللي عم تنعيشه خلال الفترة الماضية وتعويض جزء من الموصل المطري الضعيف حتى هذه اللحظة طبعا أسامة أي الأماكن الأكثر ممكن أن تكون أكثر الأماكن في تشكل أو عرضة في تشكل السيون طبعا هي المناطق الجنوبية خاصة منطقة حوض قليم العقب الممتد من المدينة غربة ووادي اليتم والقويرة شمالة هذه المنطقة هي أكثر شيء عرضة لتشكل السيون خاصة مع ساعات فجر الأحد أما خلال ساعات الليلة القادمة هي ساعات ليلة الأحداث نعيشها مناطق الأغوار خاصة الجنوبية والورطة ومنطقة حوض البحر الميت والوديان المؤدي إليه هذه المنطقة طبيعة الأحواض التوبغرافية فيها تعتبر جدا مناسبة تشكل السيون وكنتيجة لك تافة الوضوء المتوقعة نحذر بتحذيرات جديدة من اختر تشكل السيون في طبع المناطق حقيقة نعم مدير قسم العمليات في موقع طقص العرب أسامة طريفي شكرا جزيلا لك يشارك الأردن دول العالم بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة هتسجل الثامنة من أذار يوما عالميا للاحتفال بالإنجازات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حققتها نساء لهذا اليوم ولهذا اليوم ذاكرة تاريخية يجدر الوقوف أمامها التقرير التالي يلقي الضوء على تاريخ اعتماد هذا اليوم عيدا عالميا للنساء الجميلات هن القويات يأس يضيء ولا يحترق الجميلات هن النساء القويات اللواتي رفضنا واقعا مريرا واتخذنا من النضال راية وهوية وطريقا يفضي إلى عيد ففي عام 1956 خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللا إنسانية التي كنا يجبرنا على العمل في ظلها ما دفع الشرطة إلى التدخل لفض المظاهرات بطريقة وحشية المسيرة التي فضت نجحت رغم فشلها بالاستمرار لعدة ساعات ما دفع المسؤولين والسياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية وفي الثامن من آذار عام 1908 عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر مرة أخرى في شوارع نيويورك وهنا يحملن قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورود في حركة احتجاجية جاءت تحت شعار خبز وورود للمطالبة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع في الانتخابات والترشح لمختلف مناصب الدولة مظاهرات الخبز والورود كانت وراء تشكل حركة نسوية عالمية تعنى بحقوق المرأة ودفعت هذه الحركة نحو إقرار الثامن من آذار كيوم للمرأة الأمريكية تخليدا لمظاهرات نيويورك وضغطت نحو إقراره أوروبيا غير أن تخصيص هذا التاريخ كعيد عالميا للمرأة لم يتم إلا عام 1977 إذن هو يوم للمرأة بلا أدوات المطبخ وبلا مستحضرات التجميل يوم يحتفل فيه عالميا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية للنساء رغم افتقار كافة نساء العالم لهذه الحقوق ولو بدرجات متفاوتة وبمناسبة يوم المرأة العالمي قامت وزيرة تنمية الاجتماعية ريم أبو حسان بزيارة تفقدية لمؤسسات التنمية الاجتماعية والمدنية في محافظة العقبة وشملت جولة مركز العقبة الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة وقريات الأطفال SOS بالإضافة لمؤسسة نهر الأردن مركز المالي كارانيا لتمكين المجتمعات ومختلف الجمعيات المدنية للإطلاع على واقع الخدمات التي تقدمها هذه الجهات للمنتفعين منها وأكدت أبو حسان خلال جولتها على أهمية دور المرأة في بناء المجتمعات السليمة والقوية وعلى ضرورة تحسين واقع الخدمات المجتمعية بشكل عام والمقدمة للمرأة على وجه الخصوص كرمت جمعية الثقافة والعلوم الأردنية مجموعة من النساء الأردنيات الرائدات والأوائل في مجالات العمل والعطاء المختلفة وأجمع المشاركون خلال اللقاء الذي عقد اليوم في الجمعية على الإنجازات الكبيرة والمهمة التي حققتها المرأة الأردنية لكسر العوائق التي تحول دون وصول المرأة إلى مراكز قيادية على الصعيدين المحلي والدولي ووجود بعض المعيقات التي لا تزال تعترض طريقها في تحقيق مزيدا من الإنجازات وأكدت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام أنها المعيطة على أن دخول المرأة معتركة الحياة السياسية هو من أكبر الإنجازات التي حققتها المرأة الأردنية لسيما فيما يتعلق بشغلها للمناصب الوزارية والبرلمانية والبلدية الحقيقة المرأة الأردنية حققت إنجازات كبيرة بعدة قطاعات مثلا على الصعيد السياسي الآن لدينا 18 سيدة في البرلمان وعندنا حوالي 32% في البلديات لكن نحن نتطلع بمشاركتها الاقتصادية مزادة ضعيفة نتمنى أنها تزيد مشاركتها خاصة أن تعليم المرأة الأردنية نسبة التعليم عالية جدا في القطاعات حتى في درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه فأتمنى أنها تشارك في الحياة الاقتصادية أكثر وهذا بدها تشريعات وبدها خدمات مساعدة حتى تستطيع أن تصل إلها وفي يوم المرأة العالمي ألقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا الضوء على الواقع الذي تعيشه المرأة الفلسطينية في الداخل والشتات من خلال التقرير التالي ومشينا إلا المرأة تقلق وهل هناك شيء ومثل في الغابة أنا ها نوعهم بالتأميز ليس بأخير قال أتنمي انا سنألها أريد أن نوالد المرأة نتركهم وسنعردهم Por the last season قلت لهم لو نوالد المرأة أريد أن نذكرنا قال انا والدنا لا نصنع قطعنا الصرين جبت الحجرين ولدت المرأة جابت ولد ذلك جامعة ماشي إلا هم يا حرامة ثلاثة جاعدين بصيحهم والمرأة اللي هي مقندها الحنفية جاعدة بتملي عدد زوجيا فرحة قد يوم إنه شفونا الدنيا كلها صارت الصيح لقفنا بعضنا وغمينا والله أنا غيبت موسيقى 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 هدا في العمري 8 سنين حتى وما نبشت لو راح عن الشغل بقى زي واحد شريم دخان بناكر سريع ايه؟ ها يعني ها لقوم يصورني وانا عامية كمان يعني قديش يقولي في العين ما تتغيش ما تشتريش باقبل ع نفسي من عالة أجيب أجيب وأودة وأروح وأعاد بطلهم أنا عادية زلوا من حزلهم مقرر مع النساء كل 2.50 ستة شت عبار موسيقى 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 طيب عشان أفهم موسيقى 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 أمضى موسيقى بها جيل؟ طيب. أهلو فلسطينيه؟ فلسطينيه لا أخبرنا من نعم فلسطينيه؟ أهلو فلسطينيه؟ هربنا من فلسطين هربنا على مارونا الرأس على سور ظلنا هون ثلاث سنين بعدين متى الناس حطت على الفلسطينية صاروا يتهربوا من هون لهم بعدين هربنا على سوريا رحنا وسجلنا هنا بعد وهاي ثالث واحدة ثلاث مرات احنا خرب بينا اكدت وزارة الخارجية الامريكية ان الاعتراف باسرائيل دولة يهودية ليس شرطا مسبقا في مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وقالت الناطقة باسم الخارجية الامريكية جينب ساكي انه رغم اعتراف الولايات المتحدة باسرائيل كدولة للشعب اليهودي الا ان الخيار مترك للفلسطينيين والاسرائيليين ليقرروا على ماذا يتفقون في نهاية المطاف وضفت المتحدثة انه على الرغم من تصريحات التي يدل بها الجانبان بهذا الخصوص فان لدى واشنطن اعتقادا راسخا بان الجانبين ملتزمان بمواصلات المفاوضات من جانبه اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو ان اسرائيل ستقوم بالتخلي عن بعض المستوطنات في الضفة الغربية للتوصل الى اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني وضف نتنياهو في تصريحات تم تسجيلها خلال زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة وابثتها القناة الثانية الاسرائيلية انه سيعمل على تقليص عدد المستوطنات التي سيتم تفكيكها الى اقل عدد ممكن صدقت مؤسسة الرئاسة المصرية اليوم على قانون الانتخابات الرئاسية الجديد واكد مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الدستورية علي عوض في مؤتمر صحفي عقيد اليوم ان القانون الجديد المكون من ستين مادة حصن قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية من الطعن كما انه ينظم عملية الاقتراع في الداخل والخارج اضاف المستشار وان القانون وضع ثمانية شروط للترشح لرئاسة الجمهورية منها ان يكون مصريا من ابوين مصريين وان لا يكون قد حصل هو او اي من ابويه او زوجه على جنسية دودة اخرى وان يكون حاصلا على مؤهل عال وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية افادت منظمة حضر الاسلحة الكيموية انها تمكنت من نقل 29% من ترسانة الاسلحة السورية الى خارج البلاد وطلبت المنظمة تمديد الفترة المحددة لتدمير الاسلحة الكيموية السورية المقرر ان تنتهي في 30 من حزيران من العام الجاري كشفة عن وجود اسباب ادت لتأخير عملها في نقل الاسلحة من جانبها اتهمت وزارة الخارجية الامريكية سوريا بالمراوغة بوعودها وبالتهرب من التزاماتها مشيرة الى ان المهلة المتاحة لدمشق للتخلص من اسلحتها الكيموية مهددة لكن لا يزال من الممكن الوفاء بها ميدانيا اكد ناشطون سوريون استمرار القصف والاشتباكات في محيط مدينة يبرود شمال دمشق وان قوات الجيش السوري قتلت عددا من عناصر جبهة النصرة خلال الاشتباكات الى ذلك اعلن تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام داعش مسؤوليته عن اطلاق صواريخ على منطقة الهرمل اللبنانية على الحدود مع سوريا اليوم دون ان يؤدي ذلك الى وقوع اصابات او خسائر في الارواح نفذت حملة ام اردنية وجنسيتها حق لي اليوم اعتصاما امام رئاسة الوزراء للمطالبة بحق المرأة الاردنية في منح اولادها الجنسية واكدت المشاركات في الاعتصام على ان منح الحقوق المدنية لاولاد الاردنيات امر جيد لكنه غير كاف واكدنا استمرار الفعاليات حتى تحقيق مطالبهن قالت منصقة الحملة نعم الحباشن ان اعضاء الحملة يتعرضون الى مضايقات احيانا قد تصلوا الى مستوى التهديد مضيفة ان ذلك لن يثنيهن عن المطالبة بحقوقهن اصبح بعض المعارضين يتمادون في ظل دورة القانون للتهديد بتسفير ابناء الاردنيات وقتل ابناء الاردنيات واصبح في المقالات بالحديث بكلام جارح لمرأة الاردنية نحن كحملة نرفض كل هذا ونرفض التقاعس الحكومي في الرد على من يهددوننا ونرفض ايضا التقاعس الحكومي في منح المرأة الاردنية حقوقها لهذا خرجنا لنطارب هذه المرة بالجنسية لابناء الاردنيات ولن نقبل باقل من هذا السقف وزعت في نادي الامير حمزة في العقبة ومساعدة على اللاجئين السوريين في اطار الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وتأتي هذه الحملة في اطار تقديم المساعدة للاجئين السوريين في فصل الشتاء اعرب لاجئون السوريون عن امتنانهم لهذا الدعم لانهم اكدوا ايضا على انه نظرا لمكان اقامتهم في العقبة التي تتمتع بمناخ حار فانهم يحتاجون الى وسائل التبريد والتكيف دشن رئيس مجلس يومناء مؤسسة شيخ ثاني ابن عبدالله للخدمات الانسانية القطرية ومديرها العام الشيخ عايض من دبسان القحطاني العيادات القطرية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين اعبر القحطاني خلال حفل التجشين عن اعتزازه بالعلاقات الاخوية الوثيقة بين دولة قطر والمملكة الاردنية الهاشمية سواء على المستوى الرسمي او على مستوى العلاقات ذات الطابع التشارك بين مؤسسة المجتمع المدني مؤكدا على الصلاة التاريخية والحضرية بين الدولتين لافتا الى ان تسيير القوافل ما هي الا دلالة على ما يكنه الشعب القطري للشعب السوري من مشاعر صادقة واخوية عميقة من جهته قال مدير ودارة مخيم الزعتري العقيد زهر ابو شهاب ان افتتاح المركز يعد لبن من لبنات الخير لتسهيل العيش الكريم للاخوة اللاجئين السوريين من كافة الجوانب مثمنا دور المؤسسة الخيرية على دعمها المتواصل نفذ شباب متطوعون في مبادرة تشملت بالتعاون مع بلدية اربد وعددا من طلاب الجامعات والكليات بمختلف مناطق المحافظة حملة تطوعية لتنظيف المدينة وقام المشاركون في الحملة بتنظيف الاحياء والشوارع المختلفة في المدينة وتشجير حواف الشوارع وطلاء الارصفة في خطوة من شأنها تحسين بيئة المدينة وتجميل شوارعها نذكر ان هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة خدمات قامت مبادرة شملة التطوعية بتقديمها والعمل عليها في مختلف مناطق المحافظة حملة شملة هي عمل تطوعي مجموعة شباب وبنات من اربد في ناس درسوا جامعة وخلصوا في ناس بالجامعة بعدهم هاي المبادرة عاملينها شملة ونية النظف حملة عن تنظيف اليوم حملتنا كانت اسمها شملة ونية النظف عملنا ثلاث امور اللي هي تشجير شجرنا الشارع كامل ودهان الأرصفة دهدنا بلون جديد غير عن العادة وبالاضافة لا تضيف الشارع كامل انطلقت اليوم من القرية الحضرية في عزلون الحملة الإنسانية لحماية ما تبقى من غاباتنا تحت عنوان كونوا مع الحياة بمشاركة وزارة الزراعة والجمعيات البيئية ومحبي طبيعة ونقابات المهنية والحقوقية والفعاليات الشعبية اشار منصق الحملة رمز الغزوي إلى أهمية هذه الحملة لينقاذ غاباتنا من المعتدين على هذه الثروة من تقديع جائر وحماية ما تبقى من هذه الغابات انطلاقا من الإحساس بالمسؤولية الوطنية من جانبه أكد نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود أبو غنيمة أهمية الاهتمام بالشجرة وحمايتها من جميع الاعتداءات التي تقع عليها مبينا أن حماية هذه الثروة الحرجية والبيئية ليست مسؤولية الحكومة والجهات ذات الاختصاص فقط وإنما هي مسؤولية مشتركة للمواطنين أيضا نحن أمام مجزرة حقيقية باعتقاد أي مواطن أردني بيجي على هذه المنطقة يشاهد يعني بيخلي الدمعة فعلا تنزل من عينه يمكن خلال ثلاث أشهر صار في تحطيب وفي تحطيم للغابات في الأردن وإبادة للغابات في الأردن أكثر من 15 سنة ماضية اللي قاعد بيصير شيء لا يتصور عقل نطلق حملتنا الإنسانية لحماية ما تبقى من غابات عجلون وجرش وإربت هذه الحملة التي جاءت بعد توغل وازدياد عمليات ومجازر التطهير العرقي وأقولها التطهير العرقي ضد أخواتنا الشجرات في غابات عجلون وجرش ودبين هذه الغابات التي لا تمثل أكثر من 1% من مساحة أرضنا تابعت رؤية قضية طمس أمانة عمان لجدارية هيا نحلق معا لنصنع نهاية سعيدة للفنانة ريمة مالالا والتي رسمت على الجدار المحيط بفندق لاند مارك في عمان الزميل عبدالله كفاوين تابع هذه القصة وعاد لنا بالتقرير التالي من هنا بدأت القصة فعلا تشجعنا وبحثنا عن السبب أذار 2008 دعت السيدة ماري بطاينة أحد مؤسسي فنادق اللاند مارك الفنانة ريمة مالالا لتطوع برسم جدارية تشمل الجدار الخارجي للفندق الواقع على شريعي عرار والشريف الحسين بن علي الفنانة الناشئة في ذلك الوقت اعتبرت الدعوة فرصة العمر وفرصة كبيرة لإبراز موهبتها الفنية وإثبات الذات وفعلا أنجزت الفنانة لوحتها الكبيرة بعد ثلاثة أشهر من العمل اليومي المتواصل لتدشنها تحت اسمي هيا نحلق معا لنصنع نهاية سعيدة ولكن النهاية السعيدة لم تكن حليفة اللوحة التي قامت أمانة عمان بطمسها مطلع هذا الشهر ولكن لأسباب بالنسبة لديهان الجدار العائد لفندق لاند مارك وردة هذه الملاحظة الملحوظة مررت لنا من خلال إدارة الفندق إلى الإدارة العليا في أمانة عمان وتم استلام هذه الملحوظة وتم الكشف على الموقع وطلبنا من إدارة الفندق أنها تقوم بترميم وكسارة وتنظيف الجدار لأنه كان فيه حسب الصور المرفقة اللي فرجيتك إياها الآن فيه احتراء بالكسارة وبالدهان ونظرا للظروف الجوية كمان السائدة أصبح اللون شوية مزعج للنظر وباهث وغير مرضي عنه استمرت هاي العملية أكثر من شهرين قام الفندق بإبلاغنا أنه قام بعمل الصيانة اللازمة للجدار الاستنادي وبعدها إحنا قمنا بإدهان الصور العائد لفندق لاند مارك باللون المعتمد لأمانة عمان ولمشروع تطوير صحان عمان السيدة ماري بطينا أجابت على أحد التساؤلات على تويتر عن سبب الطمس لهذا الإبداع بقولها أنها خاضت حربا لسنوات مع الأمانة ولكنها خسرتها باتصالنا الهاتفي مع صاحبة هذا الإبداع ريمة مالالة أعربت عن أسفها حيث كانت على الأقل تأمل أن يتم إعلامها بمصير لوحتها بإسلوب يليق بفنها وتساءلت لماذا لم يطلب منها أن ترممها والسؤال الأقوى لماذا الأمانة من يدهن حائط فندق لاند مارك عبدالله الكفاوين رؤيا وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة وهذا تذكير بأبرز العنوين رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمتابعة أوضاع اللاجئين سوريين ويطلع على استعدادات افتتاح مخيم الأزرق وزير التعليم العالي يلتقي الطلبة الأردنيين في أوكرانيا ويوكد لهم أن الوطن لن يتخلى عنهم وفات ثلاثة سياح فرنسيين خلال ممارستهم رياضة التسلق في وادي رم الأردن يشارك دول العالم في الاحتفال بيوم المرأة العالمي ارتفاع قيمة صادرات الوطنية بحسب شهادة المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة عمان نشكر لكم طيبة المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة